تخفيض انبعاث غاز الكربون بنسبة لا تقل عن 40% عن المستوى الذي كان عليه هذا الانبعاث في العام 1990 هذا هو ملخص الاتفاق الذي توصل إليه وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي سيغولان رويال وزيرة البيئة في فرنسا أوروبا تعرف أنها منذ الثورة الصناعية أصبحت مصدرا كبيرا لانبعاث غاز الكربون تحمل أوروبا هذه المسؤولية وتعي أن عليها أن تكون ريادية في خفض انبعاث الغازات الدفئة وجعل باقي العالم يحذو حذوها الاتحاد الأوروبي هو أول مجموعة دولية توحد مواقفها وتتفق على التقدم بهذا التعاهد للمجموعة الدولية بهدف المساهمة بالحد من الاحتباس الحراري باربرا هندريكس وزيرة البيئة في ألمانيا أعلنت أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتبع الخطط الأكثر طموحا التي تتقدم بها المجموعات الدولية قبل نهاية الشهر الحالي كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي ستتقدم باقتراحاتها لأجل تحقيق هذه الأهداف البيئية ترجمة نانسي قنقر